السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وسلم وسلم وبارك على سيدنا وحمد وعلى ايلي وصحبي وسلم ازايكم يا ربي كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعيدة وراحل بالنهاردة بقى ولا زلل اي حد انا اقول للعاب تزليلي عشان تصورني واعد اتحايل على سيف اتحايل على اي حد عشان يجي تصورني قلت والله الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني وقابت ايه لا 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 زغرتوه لا يا رأيكم انا بقى اللي مشتركش في كناراتي يشترك وشجعوني كده ان شاء الله دي رحمتني من سيف اللي هو بيصورني دلوقتي بقعد اتحايل على اي حد يجيب سيف للتليفون عايز اعمل اصور عايز اعمل اي حاجة بيزلولي ومتعبوني عشان اعلى الواحد يعني سيف يلا دي بقى لكل بقى يا جماعة قلت بقى تتبصوا معي ونفرح سوا وده اول حاجة اجيبها عشان القناة وبصراحة حاسة بسعادة جمدة جدا جدا الفيديو الجاي ان شاء الله هنمركم بقى ويشغلها هنمركم بقى الشغل على اصول واسم بقى ليه سوا ايه هعمل لها السلك بتاعها بس برضك هاطلع تطلع في انت بالزلين عشان تطلع هجيب بقى مشترك بقى وعمل السلك عشان انا عالسطح واوصل بقى وانور وعمل شغل عليه اوي 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 ايه ده كش فيها شوك هنشغل هاتنا ايه لازم تشغل بتاعها اه ده هكا مشغلها بالكهرباء صح اه ده يا جماعة بقى ان شاء الله من المرايا الجاي هنصور بيها وانعمل احلى شغل مع بعدينا وشدعوني كده ان شاء الله وربنا يفرحنا جميعا يا احلى عيلا في الدين هلا بقى هنقعد خليكي بقى كده عشان انا لسه جاي من بره وكنت جبتها بقى الحمد بالله وكانت النهارضة اليوم عيد بالنسبالي اه ان انا جبت الحاجة اللي نفسي فيها لأ هاتيهم بقى كده والله يعني ده المكان وطول ان انت بتفسحيهم هاتيهم كده هاتيهم اه تضربوهمش يصير اه فنا كنت عشان مبسوطة فقلت ان احنا نتبسس سوا ونفرح سوا وان انتو بتسعيدوا ايامي كلها والله ولا بتكلم معاكم بحس بسعادة لان انتو العيلة الكبيرة الحلوة جدا 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 في حياتي هاني بتجي بقى الفيديو بتاعنا النهاردة ونشترك في كناتنا اه اللي مشاركش في كناتنا مش معلش انا ملغبطة لاني قلت بقى حلم جديد من فترة طويلة جدا ان انا عايزة اجيبها بس الدنيا ما كانتش بزبط او بقى ما زبطت معايا النهاردة رح تجيبتها فحسيت بقى ان انا ايه في كلمة السعادة عشان في حاجات كتيرة عايزة اعملها معاكم ونشتعرفة ويزب بيتعبني وبال ما بيطلع يصورني انا ماشي ببقى مقود يا شير والله ببقى زكرة اللي بتجي بقى نهاردة نعمل وصفتنا ونعمل اكلنا للتول بتاعتنا اه فين العلك ان هاردة بقى تعبوا معايا يعني دوعتهم هوا ايه دوعتهم انا النهاردة وانتو مشجعيني كده وبشوفت علي اكوا بتبسط ربنا يا ربي باريك لي فهم لكم ايه نهاردة بقى اكلنا بطياتنا بصوا بطياتنا هي الحمد لله بصوا بصوا ريش بصوا ريش بصوا ريش اليوم العاشر هكون مصورهم لكم هعملوا مفاجأة مش هقول لكم اليوم النهاردة ولا بكرة ولا ايه علشان تعرفوا ان فعلا البطيات بتاعت تلعت الحمد لله هنمشي مع بعض خطوة بخطوة وانا لو كان مشروع هنعمله بازن الله وكلنا نربح ونستفيد وندعي لبعدنا طبعا انا حطيت العلب زي ما انتم عارفين والمية زي ما انتم عارفين ان انا حطى فيها اه لازم 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 حطي فيها اللامون ده حاجة اساسية والعلب تحطي فيه الوصفات اللي انا قلتلك عليها لو تبعت بيديوهاتي وانا عشان سعيدة النهاردة يعني مش عارفة اقول ايه واعمل ايه اه لان ده حاجة بسيطتني جدا بصراحة مش عارفة ليا اه ده العلب بقى العلب ده انا برضو حطيت فيها جماعة اه حطى نشا وحطى معلقة اه شطة وحطى معلقة السكر حبة السكر اللي احنا متعودين نحطهم لعم السكر تومين سكر حر هما واضوا اليوم لازم معنا في التومين يعني المفروض يبقى اليوم حصة صح يا جماعة المفروض البط بتاعي يبقى ليه حصة عشان ما بقى دين سكر كتير اه دي اهم حاجة وخلي بالكوا ان الجو مغير اه ما تنسوش ان انتو لازم تحطوا للبط بتاعكم واللمون ونحط التوم ونحط اه لو البصل عشان غالي فبلاش مفيش مشكلة اه نحط اللي هما صلي عليك يا نبي نحط الحاجات الاساسية اللي انا قلت لقى عليها ودي اهم حاجة نحطها للطيور بتاعتنا بس بصوا بقى الوصفة دي على فكرة لما بتحط السكر بيفتح نفسهم جدا على الاكل اللمون بيضيع البرد زي ما راحت تشرب كده النشا بتنفخ كده وبتكبر وبتغزي وبتضعف لك اه الكمية اللي انت حطاها اه النشا من الحاجات المهمة جدا في تغزية الطيور بتاعتنا اه السكر ده حاجة اساسية السكر البودرة دوت او السكر العادي انا بطحنه بيكون احسن لي بحس ان هو بيزيد معايا اه بتحطي معلقة الكركم لانها اقوى ضد حاول الطيور بتاعتك انا عايزة ان احنا هنتابع مع بعض والنهار ده بقى كفية كده هصوروكم الفيديو الجهة يكون فيديو مهم جدا 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 هنعمل في شغل حلوة قوي مع بعض وهنشوف بقى واحنا بنصور بقى وفي تغيير ولا فيش تغيير وشجعوني ودعولي كده ان شاء الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة